رجعنا لكم تاني بعد هذا الفاصل واحنا بنتكلم معاكم لسه في 90 دقيقة عن تطور مصر في الفترة الأخيرة احنا كلها عارفين ان كان عندنا مشاكل في الأمح كان عندنا مشاكل في تغزين الأمح في الصامع كان عندنا مشاكل في توريد الأمح كان الفلاحين عندهم مشاكل كان قصة كبيرة أوي كان منظومة كده كلها تحس ان كان فيها أزمة لحد ما الدولة لأ قالت لأ لازم أتدخل علشان نقدر نحل الحكاية دي الدكتور علي مسلحي وزير التموين والتجارة الداخلية أعلن خلال افتتاحه موسم توريد الأمح منين؟ من محافظة الفيوم بمنطقة التلات بالوحدة المحلية لقرية بشير بتحقيق 50% من المستهدف خلال قرابة اممكن 20 يوم من بدء الموسم للتوريد يعني ايه؟ يعني من 20 يوم ابتدى التوريد النهاردة وصلنا لـ 50% من اللي احنا عايزين اصلا في 20 يوم بس قال الدكتور علي مسلحي ان هم بنسعى من خلال موسم التوريد المحلي بالحصول على بنكلم ما بين 3.5 و 4 مليون طن أمح ودلوقتي وصلنا للنص وده بيأكد ان في جهود مميزة ومتميزة بتبزل دلوقتي من قبل الشركة القابدة للصناعات الغذائية والشركات المصرية القابدة للصوامة وبنك الزراع المصري في سبيل تسهيل عملية شراء وتخزين الأمح وسداد مستحقات المزارعين بشكل منتظم طيب هقولكو كده أخبار سريعة كده خلينا النهاردة ده محصول الأمح طبعا ده ده محصول الأمح اللي احنا شايفينه قدامنا وعملية التخزين والتشوين اللي كان عندنا فيها مشاكل والتوريد الأمح الحمد لله ما بقاش عندنا مشاكل فيه وصلنا لخمسين في المئة من اللي احنا محتاجينه بنكلم في ثلاثة ونصف لأربعة مليون طن الحمد لله قدرنا ان احنا نحقق ده في أقل من عشرين يوم يعني طب الحمد لله